العربي ومحمد صديقان من وادي سوف وجد في تربية وتجارة طيور نادرة وسيلة لكسب الرزق الحلالة فمن مجرد هواية أضحت مصدر رزق لهما حمام أول ما بدنا سمى بدنا حب عشقنا فيه أخوية وبالعقل بالعقل بعد أن أفات هذه سامة المجتمع هذه عندي بابا ربي رحمه إن شاء الله زرع فينا حب الحيوان زرع فينا من الصغر نحب الحيوان من بك لدير الحيوانات في الدار وكذا عادي حول العرب بيته إلى مكان لتربية الطيور النادرة كالبارب لاهور وخمام الجاكوبين وغيرها أنواع متعددة بتغريداتها وألوانها المبهرة وأصنافها المختلفة عدنا النوادر عدنا اللونغ فيس عدنا البارب عدنا الدنيش دانيماركي عدنا المولتينز ألماني عدنا الأهور عدنا الجاكوبين فرنسي عدنا حمام ملهند من سوريا من كل أنحاء العالم سمى كين حواج وكين حواج ناذرة كانت ناذرة سمى في الجزائر وحمد الله يا ربي كنا شقينا وتعبنا وعاود رجعناهم إن شاء الله حب هذان الشبان للحمام وطيور جعلها تأخذ كل وقتهما للاعتناء بها والخفاض عليها إلا أن المشكلة القائمة أمامهما هو غلاء تغذية الحمام والأدوية إضافة إلى نقص البياطرة معاناةنا أكثر حاجة هي في الأدوية مع البياطرة السامعة الناشة المختصين نساء في الحمام نحن مدى بنا أننا يخويا نطلب السلطات وانا اختصاص في الحمام ساعتما البياطرة يخويا يعطوننا أجمية في الحمام وتبعوننا الأمراض نعانو من غلال أعلاف غالية والوقت الحالي في الوقتنا هذا روما كانش كل نتمنى إن شاء الله من السلطات إن شاء الله تعاوننا إن شاء الله تعطينا حتى قطعة أرض نستثمروا فيها إن شاء الله ونجيبوا فيها إن شاء الله حيوانات أخرى وندخلوا فيها بإذن الله حتى طيور أخرى مش كان الحمام عشق هذه الهواية دفع محمد والعرب إلى تربية الحمام بكل رعاية وعناية وهما يطمحان إلى تحقيق حلمهما بمحمية للطيور تكون مزارا سياحيا ترجمة نانسي قنقر